السلام عليكم أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة طبعا إن شاء الله في حاجة هنا كده متعندها وفي حاجات ورا كده دع في اختيار العناصر الخلفية نورت الفديو يا معل لو أنت نستمتقد في عالم البرمجة أو حتى بتسمع عنه أو حتى دخلت فيه وانت مستوى كويس فأنت بكل تأكيد سمعت مصطلح الخوارزميات كلمة غليظة طئيلة طويلة بيخة جدا فيه ناس كتير جدا لما بتسمعها بتخاف جدا وبيحصل لها حاجات كده فهمت بص أنا بصراحة مش هتتكلم كثير ولكنك النهاردة بإذن الله هتتعلم أدفع حاجة ممكن تتعلمها في حياتك ما تزداش طبعا تدعي لأهلنا في غزة وفلسطين وفي العالم العربي كله ولو ما صليتش أي فرض من فرضه ربنا قطف الفيديو حالا وقوم صلي وتعالى كم في البداية علشان المعلومة تكون مفهومة لأي شخص أيا كان هتديك مثال بسيط جدا من حياتنا العملية مثال ممتاز جدا وانت بتصلي من شوية لما أنا قلت لكم صلي بعد من تخلص الصلاة أكيد طبعا بطبق السجادة وبعدكم بتسمها مكانها لو سألتك أنت بتطبيقها عني وسؤلتني مثلا انت بتتنيها من النص وسألت تتنيها على بعضها وسألتني أنت بتتنيها من تحت الفوق وسألتني أنت بتتنيها بالطور وبعدين تتنيها من النص تتلة طرق مختلفة ولكنها اوصلتك لنفس النتيجة وهي أنك تطبيعت السجادة دي بالزبط هي الخوارث بمياد خوارزميتي يا عزيزي المشاهد هي بكل بساطة الطرق المتاحة والممكنة للقيام بوظيفة معينة والوصول منها الهدف معين دلوقتي انا هديك مثال اعلى شوية في المستوى لو افترض ان انت عندك اعمدة ويقولتك بكل بساطة رتب الاعمدة تصعوديا من الرقم الصغير للرقم الكبير طبعا فيه طرق كتير جدا عشان تعمل كده واحدة من الطرق وهي ان انت تلف على المجموع كلها وتشوف اصغر رقم وتحطه في البداية وتعيد نفس الكرة مع الاعداد الغير اللي انت رتبتها حتى في الآخر هتلاقي نفسك رتبت العامدة كلها طريقة تانية وهي ان انت تاخد كل عدد واللي بعدين على طول وتبدأ ان انت تقارن ما بينهم هل العدد الاول اكبر من العدد التاني لو كان كده فانت لازم تبدلهم لو كانوا مرتبين فتمام ستبقى ان انت تتعيد الكرة دي على المجموع كلها على حد ما المجموع كلها تترتب او ممكن تميل حاجة تالتة وهي ان انت تقسم المجموعة لجزئين والجزئين دول يتقسم الجزئين فهتلاقي نفسك معاك واحد في كل مكان يجب ان انت ترتب كل اثنين مع بعض وبعد كده ترتب الاربع كلهم ستلاقي نفسك في الاخر رتبت العامدة برضو التالت طرق رتبنا بهم العامدة ولكن لو لاحظت في حاجة مهمة جدا طريقة الاخيرة كانت اسرع واسهل واقصر وده بالضبط اللي بيفرق ما بين المبرمج المبتدئ والمبرمج المحترف وهو انه الشخص المحترف بيقدر ان هو يوصل للغرض اللي هو عايزه باقصر واسرع طريقة ممكنة بدون التأثير على نتيجة النهائية مثال اخير وهنا نستخدم فيه الأكواد البرمجية طبعا اللي بيسأل دلوقتي انا باكتب لغة ايه دي لغة سي شارب تماما فلو انت طبعا عايز تبقى رأسك معايا يالله بيت لو افترض ان احنا عايزين نعمل برنامج بسيط ياخد رقم من المستخدم ويضاعف الرقم ده وبعد كده يطبعه على الشاشة وكن نعمل المضوع ده من خلال ان احنا نعمل متغير ياخد القيمة المستخدم هيدخلها وبعد كده نعمل convert او تحويل القيمة دي من string لانتجر عشان نقدر نحن نعمل عليها عمليات حسابية بعد كده نعمل دلوقتي نعمل عملية المضاعفة ونحط فيها متغير اسمه value مثلا طبعا لازم متغير يكون نوعه من نفس نوع الرقم اللي احنا دخلناه طبعا هنخليها انتجر عشان تعمل لنا feedback او ترجع لنا قيمة فيها هنعمل جواها عملية المضاعفة من خلال احنا ناخد المتغير اللي احنا عرفناه اللي اسمه value ونضربه في اثنين وبعد كده هنخزن النتيجة في متغير اسمه result وبعد كده هنعمل return للمتغير result وهي دي القيمة اللي الدلة هترجعها ونتحول المتغير result ده من integer لstring بعد كده هنخزن القيمة اللي هترجع من الدلة في متغير جديد بعد كده هنعمل عملية طبع القيمة دي على الشاشة وبكده احنا شغلنا البرنامج ودانواه مثلا الرقم 3 هيدين الرقم 6 ممتاز جدا البرنامج بيعمل الوظيفة بتاعته بشكل كويس ولكن في مشكلة بسيطة وهي انه فيه اكواد كتير جدا مكتوبة وفيه متغيرات كتير وفيه عمليات كتير بتحصل وده طبعا بيستهلك من موارد الجهاز والكود اصلا يعني شكله مش لطيف خالص شاف بقى كل احنا كتبنا ده نقدرنا بكل بساطة نحن نعمله كده وهيعمل نفس الوظيفة بالظبط لو احنا شغلناه ودانواه ثلاثة هيدين ستة نستخدم متغيرات اقل وعمليات اقل بك ولكن خد بالك من شيء مهم جدا مش لازم في كل مرة يكون استخدام طريقة اسرع او ابسط او اقصر يكون هو الحل الامزل لانه ممكن مع التقدم في المشروع تكون عايز تعمل تعديل او اضافة للوظيفة بتاعتك دي ما تقدرش لانه بكل بساطة بما بتكونش مرنة او بما يكونش فيه اتاحة ان انت تضيف فيها اي حاجة وساعتك بتدائج جدا صدقني انا مجرد فتلازم قبل ان انت تعمل الوظيفة بتاعتك دي او الخوارزمية اللي انت هتتبعها لازم تكون عارف مشروعك هيروح لفين لو انت مشروعك ضخم فانت لازم تسيب شوية مرونة بالوظيفة بتاعتك بحيث ان انت بعدين تقدر ان انت تعدلها او تضيف اي حاجة اما لو كان صغير وبسيط فانت بكل بساطة ممكن تختصر الاشياء اللي انت تعمل طبعا الموضوع سهل ولكنه بيحتاج من يكون عندك خبرة عشان تكون عارف انت هتستخدم خوارزميات ايه ولازم يكون عندك برضو ابداع عشان تعرف انت تبتكر افضل طرق عشان تعمل الوظيفة بتاعتك طبعا ده كان فيديو سريع وبطيط بحاول انها فاهمك فيه يعني ايه خوارزميات ابعد ده الفيديو ده لصاحبك اللي بيخوفك بقى من الخوارزميات بقولك بقى دي بوع بوع البر مجابة تعالى فيش الكلام ده ولكن تطبيقها بس خرفيا هيدي الخوارزميات طبعا اذا اعجبتكم بحاجة مسوش طبعا نتو تعملوا لايك واشتركوا في قناة رسا مشتركين وكتبوا لنا اي اقتراحات لو عايزين نتكلم عن اي حاجة بعد كده وبس كان معكم احمد سلام عليكم